إذا مشاهدنا نذهب إلى صور تريدنا اتباعا من شارع صلاح الدين للنازحين الفلسطينيين الذين ينزحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبها كما نرى في هذه الصور أعدادهم كبيرة ينزحون على الأرجل مشيا على الأقدام كان زملائنا يتحدثون عن أنهم يقطعون تقريبا 7 إلى 8 كم على الأقدام وهم يحملون أمتعتهم وأغراضهم وهي رحلة جدا متعبة لهم نراهم أيضا على بعض العربات أو حتى يحاولون أن يستقلوا كذلك الأحصنة هذا المشهد يتكرر منذ أيام منذ بدأ هذه الحرب على قطاع غزة فيما إسرائيل تقول لأهالي شمال القطاع بأن ينزحوا إلى الجنوب ولكن هذا الشارع تحديدا الذي تعتبره إسرائيل ممرا آمنا لهؤلاء النازحين استهدف لعدة مرات بأوقات سابقة وما زال يستهدف الآن سواء بالغراض أو حتى من جنود إسرائيليين موجودين على جانب هذا الطريق إذا ما تبعنا بهذه الصور عمق الشارع نرى الأعداد بالمئات وإذا لم نقل بالألاف في مجموع أعدادهم الذين يتنقلون على هذا الطريق في ظل كذلك حديث عن أن 900 ألف فلسطيني مازالوا موجودين بشمال القطاع يتخوفون من الانتقال النزح منهم من يرفض منهم من يتخوف فعلا من هذا الانتقال نظرا للمخاطر على هذا الطريق وأصلا بالمناطق التي هم موجودون فيها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة